مع ناهد تعطينا خارطة هذه الغارات التي استهدفت بلدات الجنوب ناهد محمود نبدأ مع التحليق على مستويات منخفضة في هذه الأثناء للمقاتلات الحربية التي كانت قبل دقيقتين تحديداً أغارت لمرتين على بلدة حنين هذه البلدة القريبة مننا والتي هي أيضاً قريبة من بلدة عيت الشعب تحديداً بين بلدتين حنين وعين إبل حيث تم استهداف ألية للجيش اللبناني قبل أيام ومقتل ثلاثة من الجنود على تلك الطريق غارت في هذه الأثناء الطائرات الحربية هذه الغارات تتواصل على عدد كبير من البلدات الحدودية وبلدات في العمق الجنوبي منذ بعض الوقت غارة على بلدة العباسية سبقتها أيضاً غارة على بلدة تفاحتة وبحسب المعلومات هناك قتل إذ أن هذه الغارة استهدفت منزلاً كان مليئاً بالمدنيين وبالتالي هناك بحسب المعلومات سقط قتل جراء هذه الغارة ولكن لم يعرف عددهم حتى هذه اللحظة من القتل أو الجرح جراء هذه الغارة بالنسبة للوضع في جنوب لبنان نبدأ مع آخر بيان أصدره حزب الله منذ بعض الوقت عن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيت جنوب لبنان منذ بعض الوقت أو منذ دقائق أصدر هذا البيان وقال بأنه تم استهدافها بصاروخ أرض جو وكانت تشتعل عندما كانت تسقط فوق بلدة جبشيت جنوبية لبنان غير ذلك تستمر المواجهات هنا على البلدات الحدودية وهي في أكثر من نقطة في عيد الشعب حيث كانت المواجهات ترجي في هذه الأثناء لا تسمع صوت إطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة قبل حوالي عشرين دقيقة غارت الطائرات الحربية أيضا على هذه البلدة في مشهد لتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على هذه البلدة لاستمرار هذه المواجهات لليوم الواحد والعشرين على التوالي رغم أنه هذه المرة بالفعل دخلت القوات الإسرائيلية إلى داخل البلدة والمواجهات ترجي في تلك النقطة حيث كان حزب الله أعلن بأنه تم استهداف قوة إسرائيلية في شرق هذه البلدة بلدة عيت الشعب يوم أمس تم استهداف قوة إسرائيلية أيضا في بلدية عيت الشعب ما يدل على دخول هذه القوات الإسرائيلية وإن لم تكن تم السيطرة على هذه البلدة مع استمرار المواجهات إلا أن هذه القوات دخلت إلى البلدة ويتم استهدافهم برشقة صاروخية من قبل حزب الله لمنع سيطرة إسرائيل بالكامل على هذه البلدة وبالتالي هذه المواجهات مستمرة وسمع أصوات الأسلحة الرشاشة طبعا يدل على استمرار هذه المواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية في أكثر من نقطة حدودية أيضا محمود هناك مواجهات بين الطرفين تحديدا في بلدة الطيب بلدة الطيب ليست بلدة حدودية تماما إنما تقع صفا ثانيا من هذه البلدات الحدودية وبالتالي أيضا فيها مواجهات ما يدل على بالفعل على دخول القوات الإسرائيلية إلى تلك البلدات في بلدة الطيب كانت هناك سلسلة من المواجهات اليوم بين الطرفين اشتباك أيضا من مسافة قريبة بين الطرفين بعدها وبعد هذا الاشتباك حضرت قوة مدرعة لإسناد القوات الإسرائيلية الموجودة ولكن تم استهدافها برشقات صاروخية ما أدى إلى انسحابها بحسب بيان حزب الله ومنذ بعض الوقت أيضا أعلن مجددا بأنه تم استهداف قوة إسرائيلية داخل بلدة الطيبة بلدة رب 30 شهدت المشهد نفسه بلدة العديسي أيضا كانت هناك مواجهات واستهدافات لأربعة مرات لقوات إسرائيلية كانت داخل هذه البلدة أربعة مرات تم استهدافهم برشقات صاروخية إذن ينتقل هذا المشهد من بلدة إلى أخرى اليوم أيضا تم تدمير أربعة دبابات مركافة واحدة في بلدة العديسي واحدة في بلدة رب 30 واحدة بين رب 30 والطيبة وواحدة في موقع مسكاف عام هذا الموقع المطل تماما والمشرف على بلدة العديسي بالمقابل مع هذه الاستهدافات وتكرر الاستهدافات لأي تجمع لجنود إسرائيليين داخل هذه البلدات أو في المواقع القريبة والمستعمرات القريبة تواصلت أيضا الرشقات الصاروخية من قبل حزب الله إلى الداخل حيث وصلت إلى تال أبيب أو ضواحي تال أبيب وحيفا مع إعلانات متكررة لحزب الله عن هذه الاستهدافات وقال بأنه استهدف قبة نيريد في ضواحة الأبيب بالإضافة إلى قاعدة جليلوت المتعلقة بالاستخبارات الإسرائيلية أيضا في ضواحة الأبيب مع استهداف أيضا قاعدة إسرائيلية بحرية في شمال غرب حيفا